أبي، لماذا تضعون الحجارة الكبيرة في الأهرامات؟ إنه بناء ضخم أبي، قلت أنك ستخبرني كيف تبنى الأهرامات أريد أن أعرف كيف تضعون هذه الحجارة العملاقة هل تستخدمون السحر؟ أم؟ العمالقة السحر لا يا بني، إنه تخطيط وعمل شاق ولكن إذا كنت تريد أن تعرف، سأخبرك كيف نفعل ذلك الفيديو الواضح أمامكم أنا صنعته باستخدام أداة واحدة فقط لعمل فيديو بالزكاء الاصطناعي وممكن عن طريقها صنع فيديوهات كاملة متحركة تصل مدتها لعشر دايق إنت ببساطة لن تحتاج لأي مصادر أو أدوات خارجية لعمل فيديو كامل طويل بالزكاء الاصطناعي هتعمل لك القصة والشخصيات والمشاهد المتحركة والتعليق الصوتي باللغة العربية والمنتاج من مجرد عنوان أو فكرة بسيطة للفيديو وفي النهاية ستحصل على نتائج مثل الواضح أمامكم على الشاشة أيضاً ميزة أداة اليوم إن هي تدعم أفضل نمازك في فيئاتها لمقاطع الفيديو والصور والأصوات بالنسبة للمقاطع الفيديو يدعم ميني ماكس وكلينج ولومة ورانوي أمل بالنسبة للصور يدعم فلاكس برو وفلاكس ديف وشنيل بالنسبة لأصوات ومؤسرات الصوتية يدعم 11 لابس قبل ما أبدأ ما تنسوش دايماً للدعم بالاشتراك واللايك والشير ويلا بينا نبدأ شرح لكن كيف تعرفون أنها ستكون هرماً تماماً؟ كيف؟ هنا يأتي دور المهندسين يرسمون لنا شكل الهرم كل حجر له مكانه الصحيحة مثل قطع أحجية أداة اليوم اللي هتلاقيني سايب لك الربط بتاعها في وصف الفيديو بتمتاز بالبساطة والاحترافية في نفس الوقت تقدر تعمل منها فيديو كامل لحد 10 دقيق وهي هتعمل لك فيه كل العناصر المطلوبة ابتداء من الاسكريبت والصور وتحريك المشاهد والمؤسرات الصوتية أيضاً الأداة بتتحلك عمل منتاج للمشاهد بمنتهى السهولة وتقدر أنك تغير في أي مشهد عن طريق الزكاء الاصطناعي وتختار الموديل اللي انت عايز تستخدمه يعني الأداة فيها أكتر من الموديل لعمل فيديو بالزكاء الاصطناعي ببساطة علشان تستخدم الأداة هتكتب له هنا الفكرة بتاعة الفيلم بتاعك وهو هيولد لك عليها قصة كاملة بالزكاء الاصطناعي فأنا كتبت له قصة طفل مصري في عصر المصريين القدماء في عصر بناء الأهرامات يعمل والده في بناء الهرم الأكبر والده يشرح له بشكل مبسط كيف يتم بناء الأهرامات ويحكي له التحديات التي تواجه البنائين في البناء من هنا أقدر أختار اللغة وهو لحسن الحظ يدعم اللغة العربية في التعليق الصوتي ومن هنا بختار زمن الفيديو زي ما انت شايفين أقدر أعمل فيديو لحد عشر دقايق في المثال بتاعنا هعمله دقيقتين بس عشان يبقى أبسط وهنا فيه اختيار مهم هو التعليق الصوتي عايزه بأسلوب شخص بيحكي قصة هتختار الاختيار ده أو لو عايزه بأسلوب Dialogue يعني أكتر من شخصية بيكلموا بعض يبقى تختار اختيار Dialogue فهنا هختار Dialogue ولو انت عندك القصة جاهزة ممكن تضغط هنا Start From Script هنضغط هنا علشان نشوف بقى السحر اللي هيحصل ابتدأ أول حاجة بيعملها Automatic إنه هو بيقلف السيناريو والحوار بتاع المشاهد والميزة كمان إنه هو بيديك اختيار إنك تحسن المشهد ده لو مش عاجبك ببعض الاقتراحات تحت يعني مثلا تطوير شخصية الطفل هو سماء أسر أو المزيد عندوره مهندسين أو إظهار المزيد من حياة العمال وهكذا أنا لو عاجبني النص ده هضغط على Continue هنا بيكتب لي عنوان الفيديو اللي هو بيقترحه ممكن تغيره لو حابب ثم بقى بعد ذلك السحر في هذه الأداة إنه هو بيوتح لك اختيار الStyle اللي انت عايزه للفيديو أو الفيلم بتاعك عندك حاجات كتير زي Comic Book Style أو لو عايزها وقائية فتختار Photo Realistic أنا عايزها تطلع بشكل كرتوني أكتر فأختار Street Render لو أنت عايز تعمل Style تاني من تأليفك ممكن تضغط على Custom وتكتب الStyle اللي انت عايزه مش بس كده أنت ممكن كمان تحدد إن انت عايز Captions أو تعليق كتابي على الفيديو بالضغط هنا وهنا طبعا بتختار المقاس سواء بالعرض أو بالطول الحاجة اللطيفة بقى إنه هو كمان صمملك الشخصيات والأماكن اللي في الفيديو وممكن كمان بالضغط هنا تعمل شخصية أو مكان جديد وتستخدمه في الفيديو بتاعك ممكن أيضا إن انت تقوله Region Rate Characters and Locations لو انت مش عجبك شكل الشخصيات اللي هو عملها فأصبحت دي شكل الشخصيات الجديدة لو ضغطنا على الصورة كده ده شكل شخصية الولد وده البرومبت اللي هو استخدمه في توليد هذه الصورة وبيديك أيضا إمكانية إنك انت ترفع صورة جاهزة من عندك علشان تستخدمها فده مثلا لو بافتراض إن انت عايز تبقى أنت بطل هذه القصة وتستخدم صورتك الحقيقي أنا هنا مثلا استخدمت برومبت من عندي علشان أولد الشخصية ممكن ألغط هنا علشان أرجع تاني للشخصيات أعمل كده في شخصية الأب كتبت برومبت مختلف ثم سيف طبعا ممكن تكرر ده في بقية الشخصيات مش بس كده أيضا يمكنك إنك تختار الأصوات اللي أنت عايزها لكل شخصية يعني شخصية الولد حور هو اختار ليها الصوت ده تعالوا نسمعه كده بقولك إيه أنا مصدع هقوم أعمل شاي أعملك معايا ولكني أستطيع التحدث باللغة العربية أيضا and very good English too الصوت رهيب يا جماعة طبعا فيه أصوات تانية كتير تقدر تختار ما بينها وتقدر أن أنت تحدد صوت مختلف لكل شخصية آخر اختيار عندنا حاجة اسمها advanced settings ودي بيسمح لك بإعادة ترتيب المشاهد لو حبيت وعايز تجيب مشهد قبل التاني أو لو عايز تحذف مشهد أو تضيف مشهد جديد خلصت كل حاجة هقوله create project ده الشكل التالي اللي بيظهر معانا دي المشاهد بتاعتنا على timeline المشهد اللي أنا عايز أولده بناء معلومات اللي أنا استخدمتها في الخطوة الأولانية هضغط هنا ثم generate أو أضغط على keyboard على control K ده الحوار بتاع المشهد ممكن في البرومبت ده أكتب أي إضافات أنا عايز أضفها في هذا المشهد ثم أضغط على generate بصوا بقى السحر اللي حلام بيحصل هو كده بيعمل المشاهد وكما هو وضح دي الصور اللي هو عايز يستخدمها بالنص ممكن أقول له accept فدي هتبقى البداية لشكل الأهرمات وبعد كده اللقطة التانية للولد وهو بيقول الحوار ده لو بفتراض أن أنا مش عجباني الصورة اللي في المشهد ده ممكن هنا أضغط على edit image أكتب البرومبت اللي أنا عايزه خلي بالك أنه هو في المشهد بيكتب at واسم الشخصية علشان يحدد لو أنا عايز أظهر أكتر من شخصية في هذا المشهد يعني لو أنا عايز أظهر الأب معاه حقوم عامل مسافة كده وات وأختار مثلا إيه اسم الأب اللي هو حور ثم أضغط على generate لتغيير الصورة مثلا هاختار الصورة دي لو عجباني فبالتالي الغيرت في المشهد ده لو فيه كمان أي فراغات أنا ممكن أضغط على delete علشان تتشاهل من المشهد ثم بعد ذلك لو أنا عايز أحرك الجزء ده أو أخليه animated هضغط على animate ننساش طبعا أغير البرومبت عشان يبقى معبر أكتر عن الصورة يعني كتبت هنا مثلا the boy talking to his father as the pyramids ثم go تعني أتفرج على نتيجة النهائية في الانيميشن شايفين الانيميشن واضحة وجميلة وثالثة إزاي لو اتفرجنا عليها على التايم لاين بصوا كده واسمعوا معنا أبي قلت أنك ستخبرني كيف تبنى الأهرامات أريد أن أعرف كيف تضعون هذه الحجارة العملاقة هل تستخدمون السحر؟ روعت الروعة لو خدت بالك أن الفيديو هنا بطيء شوية وده لأنه طول زمن اللقطة اللي هو عملها هنا علشان تكفي الكلام اللي مكتوب هنا علشان تصلح ده ممكن تضغط على اللقطة بتاعتك أول مشهد اللي انت حركته هتقف على الطرف خالص وتضغط shift ممكن تغير السرعة بتاعته وتخليها مثلا 100% والجزء اللي فاضل ده ممكن تكمله بنفس الصورة بأنك تسحبها على التايم لاين كده هتكبر الوقت بتاعها بهذا الشكل هتضغط عليها ثم تضغط على أناميت وتكتب مثلا كاميرا زوم قوت عشان تستخدم نفس الصورة بس تعمل زوم قوت للمشهد عشان المشهد بتاعك يطلع احترافك ثم جو بص بقى المشهد اتحول ازاي عمل زوم قوت وظهر لنا صورة الأهرامات لو بصينا على التايم لاين من قول المشهد الجديد عملت نفس الكلام في المشهد اللي بعده ممكن ازبط ده كده بحيث ان هو يبقى قد الكلام ممكن كمان في اي مشهد تضغط على ادت وتديله تعليمات جديدة للمشهد ده بحيث ان هو يقلف لك سيناريو مختلف وصور مختلفة هرجع تاني واضغط على أناميت للمشهد الجديد وخلي بالك انك هنا بتحاول توصف بالزبط ايه اللي بيحصل في المشهد بابسط طريقة ممكنة يعني في المشهد ده مفروض الراجل هو اللي بيتحدث لابنه فانت لازم هنا تكتب زمان talking to his son وبيسلموا القارورة اللي في ايديه مثلا ممكن تزود عليها كاميرا pan lift علشان الكاميرا تتحرك ناحية الشمال تعالوا نبص على التعديلات لا يا بني انه تخطيط وعمل شاق ولكن اذا كنت تريد ان تعرف روعة الروعة طبعا خلي بالكم النقطة دي تاني انه هنا بيقولك هو مط المشهد قد ايه فلو انت عايز تتحكم في ده ممكن تقلل زمن المشهد ده وتعمل مشهد تاني هقولك كمان على تركاية لطيفة ممكن تزود بيها زمن المشهد بتاعك علشان يبقى بنفس زمن الحوار هتيجي عند اخر لقطة في المشهد بتاعك اللي انت عايز تطوله هتضغط هنا بزر الماوس اليمين وبعدين save image as وتحفز الصورة على جهازك ثم على الشمال خالص هتضغط على والميديا وتضغط على الزرار ده علشان ترفع الصورة تاني لفوكل ML هتسحب نفس الصورة وتضعها على التايم لاين بالشكل ده وتكبرها بهذا الشكل تضغط عليها ثم animate هتوصف المشهد بتاعك ثم go ده شكل المشهدين بعد ما تركبه على بعض ولكن اذا كنت تريد ان تعرف طبعا المشهد التاني يكمل بعد المشهد اللي قبله بمنتهى السلاسة طبعا تقدر تستخدم طريقة الصور الخارجية اللي احنا شرحناها علشان تستخدم صورك او صور اي شخص اخر في عمل فيديوهات طويلة ايضا ميزة لطيفة في فوكل ML ان هو ممكن يعمل لك المؤسرات الصوتية ازاي الكلام ده هتضغط على اول ميديا ثم تضغط على new sound هتكتب وصف المؤسر الصوتي اللي انت عايزه انا مثلا هنا كتبت عمال بيجوروا حجرة كبيرة على الرمل تعالوا نسمع كده طبعا المؤسر الصوتي ده تقدر تسحبه هنا كده على التايم لاين وتنزله تحت الفيديو اللي انت عايزه ايضا من المميزات الرائعة في فوكل ML ان انت لو ضغطت على settings هتقدر انك تحدد نوع الموديل مستخدم في توليد الصور لو كان flux div او google imagine او stable diffusion زي ما انت عايز طبعا كل موديل من دول هو كاتب لك هو بيفرق قد ايه في استهلاك الكريديت نفس الكلام تقدر تحدده في الفيديو موديل تقدر تستخدم dream machine او mini max او cling حتى النسخة البروء الجديدة بعد ما بتخلص كل تعديلاتك على التايم لاين وتزبط كل المشاهد الموجودة عندك هتضغط على export لتصدير الفيديو النهائي ثم هتضغط على publish ثم view your video طبعا زي ما انت شايفين المسال اللي احنا عملناه ده حوالي دقيقة وخمسين سانية تقدر تعمل زي ما قولنا لحد عشر دقيقة عايز تحفظ الفيديو على جهازك هتضغط على تلات نوع دول ثم down load النسخة المجانية في vocal ml وتعطيك حوالي 30 credit في البداية ثم 15 credit كل يوم لكن علشان تقدر تعمل فيديوهات بزمن طويل واحترافية زي اللي احنا شفناها هتحتاج انك تشترك في اي من الخطط المدفوعة عشان تاخد credits اكبر واعتقد ان هي صفقة جيدة جدا بالقياس ان هو بيديك اكتر من موديل للفيديو واكتر من موديل للصورة في نفس المبلغ اللي انت بتدفعه ودلوقتي اسيبكم مع مثال اخر من الفيديو النهائي عندما اكبر سأصبح عاملا مثلك يا ابي وسأساعد في بناء اهرام اكبر انا متأكد انك ستفعل لكن الاهم هو ان تفهم انه ليس مجرد بناء حجارة انه بناء حلم وجزء من تاريخ سوف يروى للابد